السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنقف اليوم وقف التأمل مع قول الله عز وجل في كتابه العزيز وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الآيات العظيمة الله له كلنا نعلم أيها الأحبة الكرام أن الإنسان في هذه الحياة تقع له بين الفينة والأخرى مصائب موجعة تكرهها نفسه تصيبه شدائب وتصيبه ابتلاءات العادي أن الإنسان هو أنه يجزع إذا أصابه الحزن ولكن الغير العادي هو أن يظن بالله السوء يظن بأن الله تخلى عنه يظن بأن الله تعالى يعذبه يظن بأن الله تعالى لا يرحمه ولا يستجيب دعاءه هنا يجيب الحق عز وجل عن كل هذه الاتهامات التي يكيلها بعض الناس لرب العزة جل جلاله فيقول لنا بوضوح وبيان وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لأن الله عز وجل يجعل فيها منحة وتوابا عظيما ويجعل في البلية عطية واسعة وكريمة في كل محنة منحة وفي كل بلية عطية هذه القاعدة العامة التي يعلمنا إياذا ربنا عز وجل وما الحياة إلا اختبار وإلا تمحيص بعض الناس ربما قد يسعى في شيء ظاهره خير ويبدو الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه ولكن قد يأتي الأمر على خليف ما يريد بعد مدة طويلة وبعد بحث وبعد تنقيب سيلاحظ بأنه رغم أنه كان ينظر إلى الشيء أن فيه مصلحة وفيه خير وفيه متعة وفيه نعيم ويبدو الجهد الكبير وينفق الغالي والنفيس ليصل إلى هذا الغرض المطلوب لكنه في الختام يكتشف بأن هذا الخير هو ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب بعض الناس يستعجلون كثيرا في هذه الحياة الدنيا وينسون أن لهذا الكون ولهذا الوجود خالق مدبر عليم وهو يختبر كل إنسان فالإنسان لما يرى في الضيق والبلاء ينزل به يرى فيه فقط شرا ولكن قد يكون في الضيق والبلاء خيرا كثيرا الناس حينما يصابون بالبلاءات وبالمكاره تسود الدنيا في وجوههم وبعض الناس قد يقودهم الشيطان إلى التسخط على قضاء الله وقضره لأنهم لا يعلمون الغيب ربنا سبحانه وتعالى وولد يعلم وهو القائل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالعم بالغيب استأتر به المولى عز وجل ولو علمه أحدا من البشر لاستكتر من الخير وأبعد الشر عن نفسه حتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل بأنه كان يسير على دابة على بغلة وعلى بعد أمطار عطرت الدابة وسقط على الأرض فقال له يا رسول الله ألم تكن تعلم بأن هذه الطريق ليست كلها معبدة وأن فيها حفر وأنت نبي مكرم كيف تسقط من على الدابة فأجاب بقول الله تعالى قل ولو كنت أعلم الغيبة لاستكترت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيبة لاستكترت من الخير وما مسني السوء فالعلم بالغيب هو خاص بالله تعالى والناس لو كانوا يعلمون الغيب لما مسهم السوء ولكن الله تعالى أراد في هذه الدنيا أننا نلقى مرة خيرة ومرة نلقى شدة ولكن في طياتها نعمة إذا سلمنا وفوضنا الأمر إلى صاحب الأمر ربنا يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتنا من متاع الدنيا الزائل وأيضا علمنا أن لا نفرح إذا حصلنا على شيء تمين وكبير هذه وصية ربانية إياكم أن تحزنوا على ما فاتكم من خير وإياكم أن تفرحوا فرحا عظيما يؤدي بكم للكبرياء والخيلاء إذا حصلتم على متاع قال جل جلاله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم فالمؤمن يكون دائما متزنا في نفسه لأنه إذا جزع قد يصدر منه سوء وقد تصدر منه تصرفات يمدم عليها وإذا فرح قد يقوده الفرح إلى الكبرياء والعجب والافتخار عن الخلق كان أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الرجل ليستخيل الله تعالى فيختار له فيسخط على ربي عز وجل فلا يلبت أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له هذا صحبي جليل عبد الله بن عمر كان من شباب الصحابة وكان دائما يتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتعلم من أسرار الدين ولما تعلم وتفقه بصحبته للنبي الكريم هذا الشاب الذي كان قلبه عامرا بالإيمان وكان يطمح لاتفقه في مقاصد الدين وحقيقة الحياة قال بأن الرجل أو حتى المرأة أيضا ربما قد يبحث عن شيء معين بل وإنه قد يستخيل المولى يستخيل له فربنا لما استخرته اختار لك ولكن بعد مدة ترى بأن ما حصل لك لم يكن في خير ربما أصبك جزع أو خسارة أو غير ذلك لكن انتظر تريد تريد قليلا فإنه لما تدور العاقبة ستجد بأن الخير فيما اختاره الله الخير فيما اختاره الله ولنا في هذه الحياة عبرة كبيرة جميعنا أيها الأحب الكرام في حياتنا ننعم ونستمتع ولكن بين الفين والأخرى نجد هناك عقبات ونجد هناك ابتلاءات ونجد هناك شدائب ماذا عسنا أن نفعل قد يبتلى الواحد منا بالفقر ربنا عز وجل قد يبتلين بالفقر وبالحاجة فنظن بأن الله تعالى قد حرمنا هذا الخير لأن المال فيه مصلحتنا وفيه نعيم فنحزن ونغتم ولكن لو اطلعنا للحقيقة الأمر الذين ابتلهم الله بالفقر لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أعطاهم المال قد يموظفونه فيما لا يرضي الله وفيما يجنب لهم سخط الدنيا والآخرة ربما هذا المال قد يجعله متكبر ربما قد يدفع به إلى فعل الحرام من الفواحش من زنا وشرب الخمر وظلم الآخرين والإفتخر عليهم فالله تعالى لما يعلم بأن الغنى سيفسد دينك ودنياك هو يقدر عليك الفقر هذا ليس معنى أنه احتقرك أو أنه نسيك بالعكس وإنما أراد أن يحميك يحمي نفسك وأهلك من شر هذا المال لأن المال قد يكون خير وقد يكون تعبان عظيم يؤدي بصاحبه إلى مفاسد شتى لهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز عن الإنسان وإذا مبتله ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الإنسان إذا ربنا وسع عليه رزقه يقول ربي أكرما وإذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا ليس حقيقة أن الله أهانك لما كتب عليك الفقر وإنما هو أراد أن يحميك من خطر المال لأنه يعلم بأنك سوف توظفه بطريقة خطرة أو أنه سوف يجرك إلى مهاوي الضلال العبد المؤمن لطالما ألح على الله في الطلب طلب الله الدنيا يا رب افتح لي أبواب الرزق يا رب ارزقني كذا وكذا فيعطيه الله الرزق ويعطيه المال ويعطيه الحضوى ويغضق عليه كاك تراه بعد مدة ينسى شكر ربه ينسى لا يشكر الله مادم دعوته عود أن تشكره تقول إنما أوتيت على علم من عندي يشعر بأنه هو الذي كسب هذا المال بتعبه وشقاه وينسى شكر النعمة وهذا ذنب العظيم ربما قد دليه ماله عن الصلاة وعن العبادة وهذا كثيرا ما وقع ربما قد يمنعه جشعه من إخراج زكاته هناك ناس عندهم أموال ولكنه لا يستطيع إخراج الزكاة لأنه يشعر بأن المال سيضيع منه مع أنها فريضة من عند الله وربما قد ينفق الإنسان هذا المال في أشياء فيها معصية يعطيها لأولاده وبناته فيوظفونها في أشياء فيها معاصي ربما سهرات ليلية وإما خمور وأصدقاء السوء يكون هذا المال جالبا لك المتاعب فهذا الإنسان مثلا لو بقي في الأول صبرا قانعا بما قسم الله له لا علم أنه كان خيرا له لأن من الغنى ما يطغي ويلهي من الغنى ما يطغي ويلهي أحيانا بعض الناس في واقعنا وفي حياتنا بعض الناس يبتليهم الله تعالى فيحرمهم من إنجاب الأولاد الأولاد نعمة ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا لما يعطيك الله الأولاد هذه نعمة عظيمة وباركة كريمة ولكن بعض الناس قد يحرمهم الله تعالى من الحمل والإنجاب فيظلون بأن هذا فيه ظلم وفيه إقصاء يظل السوء بربه الكريم وهو لا يعلم أن الله تعالى ربما حرمه لأنه يعلم أن هذه الذرية التي سوف تكون له تكون سببا في تعاسته في الدنيا وخسارته في الآخرة كم من إنسان عنده أولاد عود أن ينعم بهم ويفرح بهم ويسعد بهم ربما عذبوه في الصغر ولما كبروا كانوا يجلبون الصخط والعدوان والعياد بالله وفي واقعنا المعيش هناك حالات كثيرة وكثيرة جدا لا تخفى عليكم كذلك لما نتأمل في واقعنا الاجتماعي نرى بعض الناس يبتليهم المولى بالمرض حقيقة أن الصحة نعمة الصحة نعمة هي فوق رؤوس الأصحاء تاج لا يرىها إلا المرضى ولكن ربنا سبحانه وتعالى مدام أن الحياة الدنيا هي حياة ابتلاء وحياة اختبار وحياة مصابقة ومسارعة إلى رضا الرحمن قد يبتلي الواحد منا بمرض قد يكون المرض الشديد وقد يكون هذا المرض مقعد للإنسان في البيت فيتحسر ويتسخط وهذا الإنسان ربما لا يعلم أن الله ابتلاه لأنه علم لو رزقه صحة وعافية هذه الصحة ستطغيه وربما قد تنسيه الموت وربما قد تلهيه عن العبادة والطاع فلو ألبسه توبة العافية لنسي ما كان فيه من بلاء لأن نعمة الصحة هي نعمة عظيمة بشرط أن الإنسان يوظفها في الخير أما إذا اغتر به الإنسان وبدأ يوظفها في المعصية لأنه عنده صحة وعافية كل ليلة يرتكب معصية ويفرح ويسعد وربما قد يوظفها في ظلم العباد وما أكثر الظالمين في حياتنا الظلم كثير جدا أنواع وأشكال والظالمون عادة تجدهم أقوية تجده بدنيا أقويا وتجد عنده أساليب للدفاع عن نفسه واغتر بهذه النعمة فوقع في أشر أعماله والظلم والظلم ظلمات يوم القيامة كذلك نلاحظ في واقعنا الاجتماعي بعض الناس يسعى للوصول إلى المناصب يريد أن يكون رئيسا أو يكون قائدا أو يكون صاحب مركز ولكن الله تعالى سوف يفوت عليه هذا المنصب رغم أنه اتخذ الأسباب وطرق الأبواب واتبع الإجراءات اللازمة لكنه لم يحصل على شيء فيحزن ويصب بالاكتئاب وينسى لعل أن الله تعالى صرف عنك هذا المنصب لأنه علم في سابق علمه سبحانه وتعالى أن هذا المال قد يكون سببا لك لفساد دينك وفساد دنياك لأنه قد يصير الإنسان مسؤول كبير وبالتالي نحن نعلم من الذي يقع قد يصير الإنسان مسؤول كبير ولا يقو بمسؤولياته كما يجب ربما قد يتخلى عن هذه المسؤوليات وربما قد يسمع عتابا من الناس ويسمع نقدا من الناس وهناك الله يحفظ نوائيكم من يدعو عليه بالسوء والعياد بالله كان مرتاح كان يعيش عيشة همية لما أصابه صار في ملصب عالي الناس صاروا ينظرون إليه ويربطون مصالحهم ومصائرهم بسلطته وهذا شر الإنسان قد يكون هذا المنصب وهذه السلطة سببا لطغيانه وسببا لجر البلاء عليه فالإنسان لو علم لماذا ربك عز وجل فوت عليك هذا المنصب لأنه يعلم أنه قد يحمل لك الشر أو يعلم بأنه ربنا يهيئك لمهمة أخرى أسمى لمهمة أخرى أعظم وأكرم هو سبحانه وتعالى ما منعك إلا ليعطيك فيفتح لك بابا آخر ومنصبا آخر للوصول إلى الدنيا بكل أريحية دون أن تؤذي أحد ودون أن تؤذي نفسك وربما قد تنفع البلاد والعباد هناك إذا وصل إلى هذا المقام سيدرك حينها حكمة الله في تدبيره وتستيره كذلك نلاحظ خصوصا في الطلبة والطالبات والتلاميذ والتلميذات هناك من يدعو الله تعالى بالنجاح في الامتحان من الامتحانات ويحفظ الدروس ويحرص على أن يجيب جوابا جيدا ولكن قد يبتليه الله تعالى فتكون النتيجة أكسية يفشل فيحزن ويظن بالله الظن السوء ويقول لماذا رب دعوته وقمت بالأسباب ولم أنجح ربنا يعلم وهو الحكيم الخبير أنه صرف عنك النجاح في هذه الطريق لأنه يعلم بأنه سوف يعقوبك فيها ومشاكل الطريق لن تكون فيها رحمة ولن تكون فيها بركة بالنسبة إليك فيهيئ لك طريقا أخرى ربما يخبئ لك في مستقبلك القريب ما هو أفضل وأكرم وهكذا أيها الأحباب الكرام لاحظنا مثلا نحن في في المونديال لقطر 2022 الكثير من المسلمين ومن المغاربة قالوا دعونا الله كثير لكي ينتصر فريقنا المغربي وسود الأطلس وهم بدلوا شهودا كبيرة ولكن مع ذلك لم نفز لما وصلنا إلى مصف نهائي لماذا دعونا الله كثير ورفعنا أكفة ضراعة في المغرب وفي الوطن العربي وفي البلاد الإسلامية وفي غيرها من البلاد لماذا ربنا لم يعطينا هذا النجاح لأنه يعلم أنه ليس من مصلحتنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لعلنا انتصرنا وفوزنا حتى بالكاس ربما قد بعض الدول الحاقدة قد تبدأ في أن تكيل الكيل لنا بالعدوان نحن نعلم بأن عندنا تسعة ملايين من المغاربة المقيمين بالخارج متفرقين في عدة دول أوروبية وغيرها قد يتعرضون للضغوطات ويتعرضون للأذى بسبب هذا الفوز وربما قد يطردونهم وقد يقيدون حرياتهم غيرة وحسدا وأيضا هذا الأمر قد يجلب لنا العين والحسد من بعض دول الجوار نحن أيضا قد نغتر بهذا النجاح وننسى بأن نعمل أن نعمل ونجتهب وأن نبني الوطن من الداخل نبني التعليم ونبني الصحة ونبني الشغل ونبني القضاء ونبني أشياء أخرى مهمة لكي تعطينا الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلا ينبغي لنا أن نحزن لعل الله اطلع فرأى بأن من الخير لنا هكذا من أجل ذلك أيها الأحبة الكرام نريد أن نتواصل وإياكم أنه ينبغي لنا أن نكون راضين باختيار الله لنا كل مؤمن منا كل مسلم منا ينبغي أن يكون راضيا باختيار الله له مسلما له بقضائه فرب منحة فيها محنة ورب محنة فيها منحة ورب مرغوب فيه مكروه ورب مكروه فيه مرغوب وهذا الأمر كم من محنة كانت في طياتها منها وكم من بلاء تجل بعد ذلك عن نعمة فربنا عز وجل يقول هذه الآية علينا أن نحفظها جيدا أيها الأحبة الكرام وهي قول الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أحبابنا في الله لعلكم أنتم في حياتكم اليومية تعيشون بعض الوقائع وتعرضتم لتجارب كثيرة تعرضتم لبلاء وشدة وثوات فرص وأمراض وغيرها والظلم وغير ذلك فبالله عليكم خبرونا عن تجاربكم لما كانت القضية هي تبدو أنها محنة ولكن لما صبرتم وسلمتم الأمر لله انقلب الأمر إلى منحة هي ربما كثير من الأحداث وقعت لكم وهي قصص وعبر في الحياة نريد أن نسمع هذه القصص وهذه التجارب في الحياتية نستفيد منها وأيضا نستنبط منها العبر والعباط وتعطينا نفسا جديدا وتعطينا دفعة إلى الأمام وتحفيزا لكي نتخلص من التفكير السلبي الذي يقودنا إلى الحزن والبكاء عن الماضي ونبحث عن التفكير الإيجابي الذي يجعلنا نتخطى هذه المصائب وننظر إلى الأمام ونبدأ سطحة جديدة ملءها التفاؤل وملءها حسد الظن بالله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله